أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن حوكمة جميع إجراءات مسابقة 30 ألف معلم تضمن اختيار الأكفاء الذي يتمتع بالمهارات التربوية والعلمية جاء ذلك خلال استعراض رئيس الوزراء لتقرير بشأن المسابقة حيث اطمأن على سير مراحل المسابقة بحوكمة تضمن تحقيق أكبر قدر من النزاهة والشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص وأشدد رئيس الوزراء على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة على تلبية احتياجات قطاع التعليم قبل الجامعي من المعلمين